ابنه كنت عارفه بقى لو ابني كنت حرمته من دراسة لا طبعا هو الراجل الراجل ده من حقه ومن حقه يتنقل طموحاته وهو متصوره يقدر يجدد دوافعه بطريقة تانية والله اعلم ما انتش عارف الخير فين كل مرة القال يتحط في موقف صعب يطلع لصالحة يعني لما ميشي كارتورونجيل كذبنا دوري من اغرب الدوريات لما جي بايلر ومشي وجي موسماني عملنا مجد ما حدش كم توقع الله اعلم الاهلي جاهز الاهلي اسباب النجاح هو له نصيب الاسد في هذه الاسباب بشرط هذا وقت اللعيبة اللعيبة مينفعش بقى نقعد نقول مين اللي حيسيطر مين اللي حيتحكم مين اللي حيقولهم مين اللي حيعيد لهم انتوا محطوطين في اختبار تاريخي لو استطعتوا ان تتجاوزوه انتوا اللي حتخلشوا المجد بقى وروانا بقى المعدن بتاعكم بانكم تنسوا كل واحد ينسى ينسى نفسه ويفكر في التيم يفكر في النادي يفكر في انه لا يهدر مزيدا من الفرص طيب بالقاطع لجنة التخطيط مع كابتل خطيب كرئيس مجلس إدارة مفوضا من مجلس إدارة وكابتل حسام غالي عضو مجلس إدارة مع شركة الاهلي لكرة القدم برئاسة الستاذ ياسيم منصور الكل بيعكف على ترتيبات الوضع اللي جاي اللي جاي والترشحات والمفاوضات والاتصالات فده خليكم مطمئنين له تماما إنما لشكل مؤقت والارتباط الآلي بمباراة بعد غد الأربع مع إستر نيكمبني المؤجلة في الدوري قرر أو كلف النادي الكابتن سامي ومصان المدرب العام للفريق الأول لكرة القدم بالقيام بمهمة المدير الفني بشكل مؤقت ذلك بعد رحيل بيتسو موسماني التشكيل بتاع الجهاز طبعا بقيادة الكابتن ساد عب حفيز مدير الجهاز وكابتن سامي ومصان قائم بأعمال المدير الفني وكابتن محمد شرف مدرب ومشيل ينكون مدرب الحراس ومحمد النجار مدرب الأحمال وعمر رشدي محلل الأداء كابتن سامي ومصان هيستعين بأحد العناصر من المدربين كمان لتدعيم الجهاز شوف أنا مشفق جدا جدا وأتمنى لهم التوفيق وإن احنا نأجل كل حاجة إلا الهدف السريع اللي احنا محتاجين نركز عليه دلوقتي مبارات أستر كابتن ساد عبد الحفيز وهو أدهه ودود وكابتن سامي ومصان وهو الأكثر خبرة دلوقتي والتصاقا بالفريق وإمكاناته وإمكاناته طبعا دعم احتاج أنا لسه كنت بقولك الحلقة اللي فاتت هو زي يعني واحد يقدر يمرن ثلاثين ولا خمسة وتلاثين ولا اتنين ده بره بيبقوا أربعة وخمسة فهو صعد معا الكابتن محمد شرف لحد ما وهم بإذن الله ربنا وفقهم ناخدها خطوة خطوة وزي ما بقول كده هو الموقف اللي بيصنع الريال إن كلنا ننصاهر على هدف واحد ونعدي السلال مسلمة سلمة وده الأهل بإذن الله